موسيقى ولذا كان من أعظم أدوية القلب تقرير لا إله إلا الله وكثرة لا إله إلا الله الله يحققنا بحقائقها وبذلك رأينا ترتيب السلف الصالح لإكثار من لا إله إلا الله ومنهم من وصل ويرده منها إلى مئة ألف في كل يوم كسيدنا الفقه المقدم محمد بن علي فويرده من لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل يوم مئة ألف ومنهم من ويرده منها في اليوم سبعين ألف كشيخنا الحبيب جعفر بن أحمد العيد الروس ومنهم من يأتي منها بخمسة وعشرين ألف كسيدنا الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر ويقولونها مع الإدراك الواسع من معانيها بما لا يتناوله القول ويزدادون تحققا بحق إجهاء كلما كرروها وقالوها لا إله إلا الله وجاء أن الصديق سيدنا باب بكر رضي الله عنه كان يخلط بها قوله وكلما سكت أو استمع قليلا إلى حد أو تكلم بكلام قليلا وقف فقال لا إله إلا الله وفيها العلاج النافع والدواء الشافي لعلل القلوب وأمراضها ولكن إذا قيلت مع استحضار معناها لا إله إلا الله ويبدأ المعنى بلا معبود إلا الله لا معبود بحق ويرقى المعنى فيها إلى لا مقصود إلا الله ويتسع المعنى لمن تحقق بذلك إلى لا موجود إلا الله إلى موجود بذاته كل موجود سوى فبإيجاده حادث ووجوده محدد وإذا شاء أن يفنيه أفنى لكن موجود بذاته الواجب ووجود وحده هو فإذا رسخ ذلك في القلب اتسع المعنى إلى إله إلا الله فصار لا مشهود إلا الله يسير صاحب هذا القلب لا مشهود له إلا الله كما أنه إذا طلعت عليك الشمس لم يكن لعينك مشهود من نور شمعة ولا سري صغير ولا نحوها في سطوع أنوار الشمس إلا شمس لا إله إلا الله وقال بعضهم أكثر من إله الله وأكثر من إله الله وأكثر من إله الله حتى تصير كلك لا إله إلا الله ولما سال دم بعض خواص أهلها إن كتب الدم لا إله إلا الله إن كتب الدم على الأرض لا إله إلا الله فهي تجري في حروقهم وجمعهم ولحمهم اللهم حققنا بحقائقها ومكسرها والمنتبئ منها والمتعلق بها والمتطلع إلى حقائقها يموت عليها اشتركوا في القناة